خلينا نروح دلوقتي لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا لم يأ حمدين شكرا لك يا مصطفى أتمنى صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جريناتش موجز والأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وكذلك التشور والتنصيق حول قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية كما بحث الاتصال مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتدعيتها على الاقتصاد والغذاء والطاقة في الدول النامية والقضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي وذلك في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القرية والتنصيق المستمر بينهما في هذا الصدد استقبل الرئيس السيسي الرئيس التنفيذي لشركة سكاتيك وصرح متحدث الرئاسة أن اللقاء شهد متابعة استثمارات الشركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهايدروجين والوقود الأخضر بمصر وأشهد الرئيس السيسي خلال اللقاء بالتعاون الجاري مع الجانب النوروجي في مجال الطاقة المتجددة والهايدروجين الأخضر يناقش الحوار الوطني اليوم بعد قضايا المحور الاقتصادي الذي يضم ثماني لجان فرعية وتخصص جلستان من جلسات المحور الاقتصادي لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية وعلى توازي تخصص جلستان أيضا لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر أصدر البنك المركزي تحديثا للتعليمات الحالية المنظمة لشركة الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها وذلك بما يواكب تطورات عمل قطاع شركة الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءة إدارتها وتتضمن التعليمات والمتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل ومنها الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع كما تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المطبقة على شركة الصرافة وإدراج بعض المتطلبات الهمة بدأت أعمال قمة العربية الثانية والثلاثين في جد بالمملكة العربية السعودية باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وذلك بمشاركة الوفد السوري وبحث الوزراء خلال الاجتماعات الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع للقمة بما في ذلك الموضوعات التي تمثل أولوية العمل التنموي العربي المشترك وبالتركيز على الفئات الضعيفة في المجتمع وبما يعزز أيضا جهود الدول العربية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وكذلك المقررات العربية والدولية ذات الصلاة أعلن الجيش السوداني أن قوات الدعم السريع وصلت الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية بالعاصمة الخرطوم وأوضح الجيش السوداني في بيان له أن قوات الدعم السريع اقتحمت مقرات السفرات السعودية والأردن وجنوب السودان والصومال وقامت بإطلاف مستندات وصرقت سيارات دبلوماسية في مخالفات غير مسبوقة لحرمة البعثات الدولية وأضاف الجيش أن الدعم السريع هاجم مدينة الرهد بولاية شمال كردفان وحركوا مباني حكومية وقاموا بترويع المواطنين وخطف عدد منهم أعلنت اللجنة التمهدية لنقابة أطباء السودان أن حصيلت ضحايا الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع خلال اليومين الماضيين فقط بلغت 280 قتيلا وأكثر من 160 مصابا وأوضحت اللجنة التمهدية أن إجمال الضحايا منذ بدء الاشتباكات وصل إلى 822 شخصا وأكثر من 3200 مصابا مشيرة إلى وجود العديد من الإصابات والوافيات غير مشمولة في هذا الحصر ولم تتمكن من الوصول للمستشفيات لصعوبة التنقل بسبب الوضع الأمني صلتت صحيفة The Times البريطانية في تقرير لها الضوء على العديد من المقاومات السياحية والأثرية الفريدة التي يزقر بها المقصد السياحي المصري وصلتت تقرير الضوء على الميزة التنافسية التي يتمتع بها المقصد المصري حيث يتمتع بالعديد من الأنماط والمنتجات السياحية مشاهدينا انتهى مجزء سامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل